نظم مكتب التوجيه المعنوي بخفر السواحل بحضراموت بالمكلة محاضرة توعوية لأفراد القيادة حول فيروس نقص المناعة البشرية اتيش آيفي بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بالمحافظة وتضمنت المحاضرة تعاريف شاملة حول الإيدز كمرض مناعي مزمن يؤثر سلبا على جهاز المناعة مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصامة بالعدوى وأهمية الوقاية وسائل ومراحل انتقال الفيروس وأكد منصف برنامج مكافعة الإيدزة الدكتور أحمد البيت أن الإصابة بالإيدزة لا تعني نهاية المطاب بل يمكن السيطرة عليها إذا تم اكتشافها وعلاجها مبكرا موضحا أنه في حال تجاهل المرض قد تؤدي الإصابة إلى مضاعفات صحية خطيرة تهدد الحياة ترجمة نانسي قنقر